بسم الله الرحمن الرحيم تشوف الآن مباراة عيسى عيسى يلعب تشكيل غريبة تشكيلة رهيبة هو ثاني عقو واحد عندنا والقبيلة ما شاء الله موصل البطل بهذه التشكيلة الآن تحط الفارس قدام الأمير فشي معقول الآن لازم نرى الفارسات توقع النظام كده تأخر شوي حط المنين لا هنا الآن ورطة المنين راحوا الآن لازم تتعامل مع التنين لا والله ورطة الآن والله ورطة حلو هنا الآن هذا الشيء الغريب فيه يلعب قليل قليل تلقى ناس يلعبون بالمجندين الملكيين يلعب مجندين ملكيين وفارسات تتصوروا تتصوروا لكن تعرفون كيف يلعب فيهم وشي اللي يخلوه يلعب فيهم بعد شوي إذا حط المبنى الباقي أيوه هذا هذا الشيء هو اللي يخليه عنده الكسيرة الكافي يلعب هالثنين حين لازم يحط فارس ويحط فارسات الآن يحط الاثنين الفوارس لازم يحط فارس الآن لكن مشكلة التركيز كله مع الغلم هذا من من طرح لأنه الغثيث هذا ويجال لك ثاني كاعد تكمل يالله بس شوف كيف هذه حلوة البيكة صراحة لما تقابل الغلم تفقد البيكة على الأقل خل عندك مني بيكة يعني يعني مني بيكة ممكن ف هنا الآن لعب الفارسات نقول هذا سبل حقه على الأقل ما هي كرة نار لازم الآن يصد الهجمة هذه حلو ممتاز ممتاز جدا الآن الآن رتب رتب هجوم رتب رتب بطاقات وكما يجب وهنا الغينان جو الغينان بوقت الغلط جو الغينان بوقت الغلط راحت 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 راح الفارسات كذب فعصة واحدة من أمين الظلام فالآن ورطة ورطة يلا وهنا الآن الورطة الكبيرة ورطة الكبيرة جايك الغضب جايك التنين الصغير وجايك الميكة منين والله صراحة هذه تبين لك عيوب تشكيلة عيسى تشكيلة عيسى فيها مشاكل كثيرة ما تبين إلا وقت تلعب هذه المباريات ضد البيكة ممكن توقف البيكة بالشيسمون ذولا مجندين الملكيين لكن الغلم تحتاج 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 سباركي تحتاج تنين صغير تنين نار فمباريات صعبة تحسنا تحتاج تنين نار مجدد تحسنا 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 تحسنا